نشرت مجلة ناشنال انترست الأمريكية بقار رأي لسعادة الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية مخاطبا في الرأي العام الأمريكي بعنوان مملكة البحرين تتجه إلى الاقتراع حيث صلت سعادته الضوء في المقال على النهج الأصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والذي يعزز احترام مبادئ الدمقراطية وحقوق الإنسان مؤكدا على التزام مملكة البحرين بحماية البيئة والتعددية والديمقراطية في المملكة وأشر سعادة السفير على أنه بناء على توجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء تستعد المملكة للتصويت في الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي السادس منذ بدء العملية الانتخابية عام 2002 مشيرا سعادته إلى العدد القياسي من المترشحات النساء للمقاعد النيابية ما يرجع تمثيل أكبر للمرأة في البرلمان البحريني مقارنة مع الفصول التشريعية السابقة كما أشر سعادته في مقاله إلى انتخابات عام 2018 والتي شهدت إقبالا يصل إلى 67% من الناخبين ما يؤكد على نجاح النهج الإصلاحي لملك البلاد المعظم إضافة إلى وجود تمثيل الناخبين من جميع الفئات والطوائف الدينية من المواطنين كما أشار سعادة السفير إلى أن البرلمان البحريني قد كان شريكا للحكومة في دعم المسيرة التنموية الشاملة وتعزيز الديمقراطية من أجل خير ورفاه المواطن البحريني كما تطرق سعادة الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة إلى أوجه الشبه بين البرلمانين البحريني والأميركي من حيث وضع القضايا الاقتصادية على رأس الأولويات التي يناقشها البرلمان واختتم سعادته بالإشارة إلى تزامن موعد الانتخابات للمواطنين الكرام في الخارج مع الانتخابات النصفية لمجلسي الشيوخ والنواب الأميركي مشيرا إلى وعي الناخبين بأهمية ممارسة حقوقهم المدنية والديمقراطية في كلا البلدين مؤكدا سعادته على أهمية الدور الذي ستلعبه هذه الانتخابات في تعزيز مسيرة النماء في البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر